هلو ننتقل لموضوع تاني متعلق بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس بوسا سيدي اعلنت الهيئة العمل في قناة السويس وتحديد اقضاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس باطلاق حملة ترويجية ضخمة خاصة بيها وتعتبر هي الحملة الاولى من نوعها وده منذ انشاءها طيب بايه بقاها طبعا الحملة دي هتبقى موجودة على كل المنصات الاعلامية على مستوى محلي وعربي ودولي ده بيحصل بالتزامن مع استضافة مصر اللي قمت مؤتمر الموناخ بشارم الشيخ كاب 27 بإذن الله نوفمبر اللي جاي المنطقة الاقتصادية عايزة ايه بقا من الحملة اقولك احنا عاوزين نعرف الدنيا ايه هي الهيئة دي طيب ايه اختلافها عن المثيلات المحلية لها وايه المكونات بتاعتها طب ايه الفرص الاستثمارية المتاحة داخل النطاق الممتدة على مساحة قد ايه بقا 455 كيلو متر مربعة جواها ست مواني بحرية منها تلاتة على البحر الأحمر السخنة والأدبية والطور وتلاتة تنيين على البحر المتوسط العريش ممكن كان الرئيس بيكلمنا عنها مبارح وشرق وغرب برسعيد مواني بتخدم اربع مناطق اقتصادية وتتكامل معها واخبانك يبقى بنعمل حملة بنعرف بيها العالم احنا وصلنا لحد فين واحنا مستعدين لتقديم خدمات للتجارة والاقتصاد العالمي الى اي مدى وعلى اعلى معدل مستوى خدمة معروف عالميا واحنا بنقول كده هو اعلى مستوى او اعلى معدل لمستويات الخدمة بشكل عالمي قناة السويس بتاعتنا دي بنتمر فيها تقريبا 14% من حجم التجارة العالمية فمنطقتنا الاقتصادية دي احنا كده مش بنخلي بقى القناة مكان لمرور 14% من التجارة العالمية وبأعلى مستوى بالمناسبة برضو احنا هنقدم هنا بقى خدمات الاستثمار خدمات لوجستية الاخ الاخ لاكبر شركات تريد الاستثمار في المنطقة هنا بقى ده استغلال الموقع الوضعية الجيوسياسية المصرية وضعنا الجغرافي ووضعنا السياسي كدولة رائدة قائدة وقدرتنا على تعظيم واستغلال الموارد بتاعتنا حطنا في الحتة دي ان احنا النهاردة نكلم العالم بقلب جامد اقول له انا عندي وضع مستقر جدا 100% والحمد لله سياسيا 100% والحمد لله امنيا عندي قدرات اقتصادية وافرة تتيح ليك المزيد من الاستثمار المزيد من الارباح تعالى استثمر عندي ساعتها بنخلق الموقف اللي يسمونه جماعة الانجليز وين وين موقف الكل رابح على كل الاطراف ده اللي كان بيكلم عن الرئيس برضو تعظيم الموارد والاستفادة من هذه الموارد بالشكل السليم